وفي هذه الأثناء يصل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى هذا الجمع العلمي البهي المبارك ليترأس حفظه الله الدرس الأول من الدروس الحسنية الرمضانية المنيفة وتجري وقائعه برحاب القصر الملكي بالرباط ويلقي الدرس في حضرة أمير المؤمنين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق ويتناول الدرس موضوع تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهديه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا وإن من سنى في الإسلام سنتان حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أج من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين انطلاقا من الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها أخرجه أبو داود في السنان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه الأكرمين مولاي أمير المؤمنين يشهدوا الله ويشهدوا الناس أن إمامتكم قد أدت وتؤدي أمانتها في جميع المجالات وأن هذا الأداء قد أثمر في شأن الدين بمعناه الشامل لوجوه الحياة مواصلة لحماية اختيارات الأمة وتجديدا في بابها بما يناسب المتغيرات وسنعمل إن شاء الله في هذا الدرس على بيان جوانب من تلك الحماية وذلك التجديد من خلال ثلاثة محاور نجمل الكلام في أولها حول مسألة تجديد الدين كما طرحت عند المسلمين وعند غيرهم في الماضي وفي عصرنا الحاضر ونذكر في الثاني تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين ونلامس في الثالث آفاق هذا التجديد على مستوى الأمة استشرافا لنموذج يكون امتدادا لمساعيكم في أداء الأمانة المحور الأول تأصل مصطلح التجديد في الإسلام من هذا الحديث الذي رواه وصححه غير واحد عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنتين من يجدد لها دينها وانطلاقا منه تصدى بعد أعلام المؤلفين للبحث عن من ينطبق عليه اسم المجدد في تاريخ الإسلام ومن هؤلاء المؤلفين سيطف كتابه التنبيئة في من بعثه الله على رأس كل مئة وذهب بعض العلماء إلى القول بأن من ينطبق عليه منعة المجددين ربما تعددوا في القرن الواحد بعضهم بسيرته في الحكم العادل وبعضهم بأفكاره في فهم النصوص ورأى بعض من تدبر الموضوع أن المقصود بجديد الدين إعادته كما كان عليه في العهد النبوي وعهد الخليفتين أبي بكن وعمر وقالوا إن المنطق يقتضي أن ما يمكن أن يكون قد تغير مع الزمن أو اندطر لا يخرج عن ثلاثة أمور هي نصوص الدين أو فهمها أو العمل بها أما الصان الأصلان في الإسلام فهما القرآن وهم حفوظ من الله تعالى والحديث وللمخصين فيه جهود صارمة لتحقيق أما فهم النصوص فقد تعددت فيه المداهب لكن جمهور المسلمين من أهل السنة لم يختلفوا في الجوهر ولكنهم صنعوا أدوات للاجتهاد في الفهم أصفرت عن قيام المداهب على أساس الاقتلاف الجائز في بعض فروع الدين أو التديون أما في جانب السياسة فإن الجدفهم على أنه إعادة الحكم على نهج القلافة الراشدة التي تميزت بإعمال الصورة وبالعدل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا كان عمر بن عبد العزيز في نهاية القرن الأول للهجرة قد اعتبر مثالاً للمجدد بسيرته في الحكم فإن بعض العلماء من أمثال الغزال قد اعتبروا مجددين بأفكارهم المشخصة للحال والمقترحة لسبل الطغير قد واجهت المسلمين من جهة الفكر مفاهيم نشأت في سياق الاعتراض المتطرف كما في حالة بعض فرق الخوارج ومفاهيم متأصلة في الفلسفة وفي علم الكلام من مثل محاورة الأشعار المعتزلة أو فضح الغزال لمعتقدات الباطنية فالانحرافة النظرية كانت على الأغلب ناجمة عن أخطاء في الإدراك بخلفية الاعتراض السياسي بينما كانت الانحرافات العملية الإخلاقية ناشئة عن ضعف الوازع إمام الشهوات أو عن تحكم العادات أما في العصر الحاضر فعظم مشكلة واجهة المسلمون هي الضعف العام فكراً والسلوكاً أمام الغرب وحضارته فمال البعض إلى القول بضرورة التبعية التامة لهذه الحضارة ورفضها البعض رفداً باتاً وقال آخرون بإمكان التكييف معها من أجل التعامل بأقل الأضرار ولقد عرفت الأديان الأخرى بقضية الجديد ولا سيما منذ بداية العصر النهضة في أوروبا وترواح فيها دعاة تجديد بين الإصلاح والطورة ثم اشتدتها الطور في السياق ما عرف بالأنوار وما تمخض عنها من التورات وزامنها من الاكتشافات ومن تطور في مناح الحياة خلال القرن التاسع عشر وكان معظم دعاة تجديد هناك ينتقدون الفساد في المؤسسات السياسية أو الدينية ويدعون بضرجات متفاوتة إلى قراءة نصوص الدين في ضوء المنطق العقلاني للمعارف الجديدة وتحت تأثير ذات السياق الذي ظهرت فيه دعوات الإصلاح والتجديد في المسيحية ظهرت سيارة تجديدية في أوساط اليهودية والبودية والكونفوشوسية أما في الإسلام فقد كان على رأسها التوجه تجديد الداعية الهندي سيد أحمد خان في القرن التاسع عشر وكان من جديدين من تجرأ احتعال الأصول في مثل التمييز في المقتضيات بين المحكم وبين المتشابه في القرآن أو من قال بإنكار السنة كمرجع ومنهم من سعى إلى التأويل من أجل التلاؤم مع المراد العقلي في أحكام تتعلق بقضايا كالرباو بالعقوبات البدنية أو بالجهاد أو بالمرأة وظهر من قال بأن القرآن ليس مدوة قانونية وبأن الشرعان بغن يدخل في الجزئيات وأن الإسلام قد ترك بعض عادات العرب دون تغير فحسبت عليه ومن هؤلاء من اشتهر بين العرب كالشيخ محمد عبدو الذي دعا إلى تفسير الدين بما يتناسبه مع المعارف الحديثة ويوحي تألفه في التوحيد بأنه رصد بيت القصيد في عمر التجديد وهو التسكية ولكن الطرح النظري للموضوع لم يفيد المسلمين في التغيير على النهج النبوي لأن هذا النهج كان تربية قرب ميدانية وكان من المتحدثين عن تجديد علي عبدالرزاق الذي دعا إلى فصل الدين عن الدولة ومن أمثاله من قال إن جربة الخلفاء إنما هي مثالية بالنسبة لوقتهم ومن قال عن الحديث الذي بني عليه الدرس إن عبارة يجدد لها دينها تعني تغير شامل مولاي أمير المؤمنين إن المشاركين في هذه الطروح العقلية تسموا في الأدبيات الرائجة بزعماء الإصلاح والجديد وهم في الحقيقة وقعوا تحت ضغط حيرة جمال البودان الإسلامية وهي مغلوبة للغرب عسكرياً اقتصادياً منبيرة بتقافته المادية ولكن لا أحد من هؤلاء المجددين قدمت حليلاً عميقاً لإشكال العلاقة بين المسلمين وبين هذا الطرف الثاني وهو الغرب ولا أحد استطاع أن ينكر أن تفوق الغرب قام أساساً على العلوم وعلى تطبيقاتها الصناعية وهي علوم ظل المسلمون في ريادة بعضها إلى ما قبل أربعة قرون ولا أحد من هؤلاء الدعاة قدمت حليلاً يدل على أنه فهم هذه الحضارة الغربية بكل مكوناتها وما جرى ويجري داخلها من نقاشات فكرية متعلقة بالوجود والسياسة والمجتمع والطبيعة ولا أحد قابل بين الشعارات المثالية لهذه الحضارة وبين أفاعلها في سياق الاستعمار والاستغلال الاقتصادي ولا أحد عرضت الشعارات على المآسي الإنسانية التي وقعت باسمها وإذا تعلق الأمر بالشعار الأعظم والليبيراليا فلا أحد من هؤلاء بيّن لمسلمين أن شيئاً نافعاً من هذا النظام يتعارض مع الإسلام والحالة أن من المسلمين الملتزمين بقيم الدين مقاولون مبادرون من دول المؤسسات الصناعية والمالية الكبرى بمقاس العالم ومن هنا فالأمر كله لا يتعلق بالتبعية أو الرفض وإنما يتعلق بها السؤال هل الهدف من أخذب الحضارة الغربية مادي أو أخلاقي إذا كان مادياً أي متعلقاً بالأسباب فالحضارة المادية ليست نتاجاً حصرياً للغرب وللمسلمين إسهام فيها كبير وإذا كان الأمر يتعلق بطرك أمور من الدين أو ترك الدين كله لتحقيق نجاح سمي بالتقدم ربطه هؤلاء الدعاة بتقليد الغرب في نمط الحياة فقد قامت في التاريخ أمثال هذه الدعوات لتحجيم الدين من دون أن تكون مشروطة للتبعية لحضارة معينة ومما زاد من عقم دعوات التجديد بين المسلمين رفعها لبعض الشعارات دون الاهتداء إلى مضمون صحيح لها ومنها القول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وهو شعار لم يغيب عن العلماء الذين أخذوا على الدوام بمراعاة الأحوال والاعتبار بالمقاصد ولم يجدوا أن هذا الشعار يتعلق بالدين كله أو بأساسياته أما الشعار الثاني هو كلام الإمام مالك الذي قال فيه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو قول حق ولكن الإشكال فيه هو تشخيص الدقيق للعنصر الكماوي الذي أحدث الصلاح بالأول وهكذا فقد يكون لدعاة تجديد داخل الإسلام في العصر الحاضر بعض الأثر ولكن دعوتهم لم تقدم المسلمين الجواب الذي ما يزال مطلوبا وهو كيف يصلون بالتدي إلى الحياة الطيبة كما جاء الوعد بها في القرآن نمر إلى المحور الثاني وفيه ننظر كيف طرحت مسألة تجديد الدين في المغرب ماضيا وحاضرا لقد قامت كل الدول التي تعاقبت على المغرب على برامج إصلاح وتجديد أما الدولة العلوية فقد قامت على إصلاحة ميدانية منها إعادة الوحدة السياسية إطر التفكك في أواقع الشعديين وإعادة الأمن والاستقرار وممارسة التحكيم المرضي بين مختلف عناصر المجتمع ومواجهة الأطماع الأجنبية لاسية من جهات الشرق والشمال ومن علامات جديد هذه الدولة للدين ميدانيا تلك النصائح السلطانية التي وقع استمدادها من روح الحديث النبوي الذي بنينا عليه الدرس وقد وصلتنا منها ثماني رسائل الأولى للسلطان سن محمد بن عبد الله وأرسلها من موقع المجدد على رأس القرن الثالث عشر الهجري والثانية والثالثة للسلطان مولاي عبد الرحمن والرابعة للسلطان سن محمد بن عبد الرحمن والخامسة للسلطان مولاي الحسن وقد بعثها إلى الأمة من مقام المجدد على رأس القرن الرابع عشر والسادس والسابعاً للسلطان مليعب العزيز وهذه الرسائل موجهة للناس عامة بواسطة العمال المطالبين بنشرها وأهم المشترك في مضمونها أولاً تشخيص الفطور على مستوى التديون ثانياً معاتبة العمال على الطفرة في الدين ثالثاً تذكير الناس بالعمل بالأركان رابعاً بيان سبب الفطور وأنه عدم الرجوع إلى العلماء خامساً وجوب الاقتداء بالصالحين سادساً ربط صلاح الدنيا بصلاح الدين ومنه إقامة العدل على يدي القضاة سابعاً الأمر بأن يقوم في كل حي أو قرية مسجد وإمام مشارط أما الرسالة الثامنة هي رسالة جلالة الملك حسن الثاني طيب الله طراه فقد بعتها على رأس القرن الخامس عشر وقال فيها إن الله قد أكرم المسلمين بدين صالح لكل زمان ومكان وشريعة لا تحتاج إلى إدخال أي تغيير على مبادئها وإنما يتوقف الأمر على استيعابها وذلك أمر مرهون بإعداد مجموعة من العلماء والمفكرين المستوفين لشروط الاجتهاد دون أدنى تباعية ولا ضغوط خارجية وقال بالحرف علينا أن نحي الإسلام كما هو ديناً ترتكز فيه الحياة وعلى مبدأ المسؤولية أمام الله كحافز لأداء الحقوق كما علينا الاهتمام بالأسرة وأن نجعل المدرسة إلى جانب المسجد ملتقاً للعلم والإيمان انتهى المقتطف من الرسالة الملكية عندما وجه أمير المؤمن الحسن الثاني رحمه الله سنة ألف سمية وتمانين رسالته إلى المغاربة كان قد مر قرن كامل على احتكاكهم المتزايد بالنظام العصر وإذا اعتبرنا أن هذا الاحتكاك لم يخلق فجوة بين الأمة وبين نظامها السياسي وأن غالبية الأمة وفية كان في صورها وأن العلم بالدين متوفر وعدد المساجد في تكاتر تصورنا أن الأمة متحصنة ضد الزاغ والفطور ولكي نقوب بما يجب من التبيون في هذا الباب نذكر بكيفية مجملة عمل إمارة المؤمنين منذ أزيد من عقدين من الزمان في باب حفظ الدين الشامل للحياة وتشجيده من خلال القضايا الآتية الأمر الأول هو تقصيل لقب رئيس الدولة أمير المؤمنين وقد كتب الله أن يكون المغرب هو البلد الذي حفظ فيه هذا اللقب ويتضمن الرئاسة في شؤون الدين والدنيا الأمر الثاني ويتعلق بمشروعية الحكم على أساس البيعة والأمر الثالث ويتعلق بالتزامة الحاكم التي سمع الفقهاء بالضرورة الشرعية أو الكليات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض الأمر الرابع ويتعلق بالتزام الأول ضمن الكليات وهو حفظ الدين باعتبار الصلاة مع الله بالنسبة المؤمن الأمر الخامس والتزام بحماية النفس أي ضمان الأمن من خوف الحياة بالدرجة الأولى الأمر السادس وقد عبر عنه الفقه بحماية العقل أي حماية أوفاق المعروف الجماعي ضد سلوك الفوضى الأمر السابع هو شرط حماية المال وقد شرحوا السابقون في حدود تصور عصرهم بأنه حماية الممتلاكات وإجراء العقود والمعاملات الأمر الثامن هو حماية العرض أي حرص المبايع على ضمان الكرمة للناس بتوفير الحاجات الأساسية التي تؤمن قبل كل شيء من الجوع أما الوجه التاسع فيتعلق بالحريات العامة فحيث إنها تتعلق بالسلوك فهي من صميم الدين الذي لن فصام فيه بين الفردي والجماعي لم يكن أمر هذه الحريات مطرحا في الماضي لأن كل واحد يعرف مداف التصرف بحكم الشرع العرض ولكن تعقد الحياة في هذا العصر استلزم أن تضمن الدولة وتنظم هذه الحريات الأمر العاشر هو الاجتهاد وفي بابه أخذ نظام إمارة المؤمنين بكيفية تلقائية بكل ما هو مطابق للعقل من جهات المصلحة ويتمتل موقع نظام إمارة المؤمنين الاجتهاد في تجليات منها تلك العقيدة التي أعلن عنها أمير المؤمنين في أكثر من مناسبة بقول يحفظه الله لا أحرم حلالا ولا أحلل حرما ومنها إرصاء مؤسسات المجلس العلمي الأعلى مرجعا جماعيا للفتوى أما القضية الحادي عشر فهي قضية الأسرة التي بناها الدين على المودة والسكينة ولبما كانت الأسرة هي الخلية التي أصابتها جوانب من تغيير بسبب اللقاء بين النموذج الذي صنعوا التطور المادي ولهذه الاعتبارات يهتم نظام إمارة المؤمنين بالأسرة في جوانب التجديد القانوني والدعم الاجتماعي والإصلاح العقوقي أما القضية الثانية عشر فتتعلق بالمرأة وهي في تاريخ هذا البلد مناظلة مع الرجل من أجل ضمان العيش والكرامة في البواد والمدن وقد سامت في جميع المجالات وها هي المرأة في نظام إمارة المؤمنين تحقق تعادلا واستحاقا مضطردا سواء في التعليم أو في مختلف الفرص أما القضية الثالثة عشر فهي التعامل مع البناك ذلك أن بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الرباه والفائدة على القرض بأي قدر كانت مع العلمين بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضرات القديمة ويستعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضعافة وكان بعض الفلاسفة اليونان قد يستنكروا ذلك أما الاقتراض في هذا العصف معظمه للضرورة أو الاستثمار وفيما عدت ثمن الأجل ومقابل الخدمات فإن الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد ومن جديد نظام إمارة المؤمنين في هذا الباب إحداث معاملات بنكية تسمت بالمالية التشاركية والمرجع في هذه العمليات والمجلس العلمي الأعلى الذي صدر لحد الآن أكثر من 170 أفتوى في الموضوع القضية الرابعة عشرية مسألة الاجتماعية في مستوى المشاطرة وتتمثل في إطلاق أوراش التضامن المسألة الخامسة عشرية المسألة التقافية ذلك لأن العبعاد الإنسانية في التقافة متأصلة في القطاب القرآني والهدي النبوي ومنها معجزة الله في تعدد اللغات والحنين إلى الأوطان وتمجيد العلاقة بالأرض وإكبار البيان في القاول والحكمة في السلوك واعتبار آيات الجمال في الفعل والإبداع والطبيعة وكلها آيات تحضر برعاية نظام إمارة المؤمنين وتشجيعه ضمن رعاية التعدد التقافي لمختلف مكونات الأمة أما السألة السادس عشر فتتعلق بخماية القيام الروحية المعبرة عن عمق التديون ومنها التبني العمل لماذا أب عليه الصلاة من تكليف الشيوك الصادقين بأمور الزوايا وإعطاء المثال برعاية الصالحين وترميم الأضرحة المقامة على من كانوا بسلوكهم على طريقة المقربين يحرصون جدوة المداومة على الذكر وإصداء المعروف وفي هذا المقام تأتي حراسة ما دأب عليه المغاربة من محبة الرسول ولزوم الصلاة عليه ولا سيما بإحياء ذكر المولد المعظم أما المسألة السابعة عشر فهي حماية الخصوصية في إطار الانتماء للأمة الإسلامية والتعامل المادي المعنوي مع قضايا فالمغرب على امتداد التاريخ بنى نظامه الخاص وأسهم في حضارة الإسلام إساما وافيا لم تنانا فيه وخلقه في مراعاة حرمة هذه العلاقة هي المصابرة من غير امتدار العفا المسألة الثامنة عشراء هي رعاية نجيل وسطية في العقيدة المسألة التاسعة عشراء هي حماية الأرض كجزء من حماية الدين وذلك بالطمن الباهد والمشاغل المؤرقة والمدافعات المضنية التي قل فيها النصير والحال أن هذه الإمارة تحمل تغرى الغربي لأرض الإسلام والمحقق هو أن المعاناة في هذا الباب ما فتأت تقوى عرى الاتحان بين الإمامة والأمة المسألة العشرون هي صيانة الروابط العلمي والروحية مع بلدان إفريقيا والوعي بسوم هذه الروابط من جهة تعزيز المشترك العقدي والمذهبي بتدابر مكملة منها إحداث مؤسس محمد السادس للعلماء الأفارقة وبتأثير رشيد يعد الأئمة فيه بمتابة حجر الزاوية مولاي أمير المؤمنين ليست الجوانب التي ذكرناها مواضع للنقاش النظري في إشكالية ججيد بل هي معطيات من أرض الواقع توفر الطمأنينة للمؤمنين الوسطيين ولغيرهم من المنصفين المضوعيين الغيرين على قيام العيش المشترك وهذا الوفاء يا مولاي إنما جاء على نجيش ديكم مصطفى عليه أفضل الصلاة وإذكى السلام هو الذي أشهد الله وأشهد الناس على أداء الأمانة التي طوق بها من رب العالمين غير أن أمرا عظيما يتعلق بصميم التججيد يتطلب الطرح والشرح لا وهو التدين أي ممارسة الناس للعبادة وعلاقة تلك الممارسة بنوعية حياتهم وهو جانب لم يطرح من تحدث عن الدين والتججيد وهم يواجهون الغرب كنظام إيديولوجي ويتطلب في موارد الموضوع العودة إلى منهج الرسول في التبريغ وهو من ود شرحه في المحور الثالث ونقول لقد بيّن القرآن الكريم مهمات الرسول في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله في ضلال المبين فهي أربع مهمات غايتها أن يسمع الإنسان من النبي كلام الله المنزل وأن يؤمن به وأن يتهيئي العمال بمقتضى وأن يتعلم من فيه من مضامن عملية تفضي به إلى الحكمة وبهذا الخروج من ظلمات النور يصبح المؤمن الحق إنسانا جديدا حيث صار الله ورسله أحب إليه مما سواهما وعنوان عملية التأهيل والتهيئة لهادي الحال هي التزكية وهي المهمة الثانية في الترتيب أي أن الرسول جاء ليطهر المؤمنين من شرك أي ليحررهم من عبادة أنفسهم النفس المعبر عنها في القرآن بالهوى فهي الصنم الباطن الذي يولد مع الإنسان أمارا بالسوء وحاجبا عن الحقيقة صنم الشرك الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرير الإنسان منه أول ما بدأه ويقول لهم أيها الناس قلوا لا إله الله تفلحوا أراد أن يلتزموا بكلمة التوحيد ويتحلوا بها في أنفسهم لا مجرد ترديدها بألشنتهم كما لو كانت عبارة سحرية ولقد خلق الله تعالى في الإنسان الاستعدادة لكي يحقق هذا التحرر الذي هو سبيل الفلاح بالدنيا والآخرة وهما يتضح من قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قدفلها من زكاها وقد خاب من السها فالتزكية بلغة اليوم تربية أخلاقية تحرر الإنسان من الشح تا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وهذا هو التغير الذي أطمر المجتمع النموذجي من صحابة والسلف وكان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا فيه قال فيه سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم وقال هو عن نفسه إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق وقد ظهرت في الأمة كما سبق أن ذكرنا طائفة بند دعوة تعالى التزكية وعرفت باسم الصوفية وكان إسامها في الدين والتديون من عظم ما أكرم به الإسلام أهله والإنسان يجمع طائفة يهتمت لا جانب التذكير بحقيقة التوحيد بأنواع من نفع الناس وتطلخص حكمتها في عمل واحد ألا وهو إعمال الدكر من أجل إيقاظ همة الداكر حتى يكتسب نفسا لوما تحاسب على ما ينبغي أن يأتيه وهو المعروف وما يجب أن ينتهي عنه وهو المنكر غير أن الحسبة التي مارسها العلماء على الصوفية لم تفلح في جميع الأحوال في نفع الأمة في التمييز بين دعاة التصوف الصادقين من خلال السلوك وبين الأدعية الدخل على هذا الأمر العزيز غير أن الحالة الأمة تعاني مع كل ما يذكر من وجود هوة صحيقة بين الحضور الظاهر والاعتبار للجين عند الناس وبين مقدار تأثيره في سلوكهم هوة تعبر عنها الإحصائيات في مختلف الميادين والتفاوت بين الدين والتديون مناتج عنها الضعف الإنسان الأصلي وإما عارض بسبب نمط العيش المشترك مع العالم ومن هذا التشكيص يتجلى أن العنصر المطلوب حضوره في معادلة التغيير والتجديد هم العلماء علماء ربانيون متمكنون يكونون نماذج للناس في التواضع ومحاسبة النفس إنه على المؤسسة العلمية بوجودها التفاوت بين كمال الدين والنقص في جودة التديون هو الذي جعلها تقبله على مشروع مجدد عنوانه السديد التبريغ مشروع يتوقف على أمرين شرح بعض الحقائق للناس من جهة وإقناعهم بأولوية بعض السلوكات من جهة أخرى فمن الحقائق التي نبغي شرحها للناس أولا أن الأهم في الدين هو التديون أي العمل به ثانيا أن الإيمان يلزم بتحمل المسؤولية أمام الله إزاء النفس وإزاء المجتمع ثالثا أن التحلي بالتوحيد هو السبيل الحرية لأن الموحيد بضميره وحاله لا تستعبده نفسه ولا يستعبده غيره لا خوفا ولا طمعا رابعا أن العبادة الصحيحية التي لها تمرات في سلوك المتعبد خامسا أن الله وعد الإنسان بالحياة الطيبة على شرطي الإيمان والعمل الصالح هذه هي الحقيقة لما كل شرحها للعلماء ما السلوكات مطلوبة منهم دعوة إليها بالإرحاح وبالمتابعة الميدانية فمنها أولا المدومة على محسبة النفس ثانيا اعتبار برهان الإيمان والشكر وأن برهان الشكر والإنفاق من الكثير ومن القليل ثالثا أداء حقوق الله من خلال أداء حقوق الغير وأداء حقوق النفس رابعا اعتبار أن الأولى وفي أكل الحرام هي الإخلاص في كل عمل جور وفي كل العقود والمعاملات خامسا اعتبار العمل بالقانون من المعروف والإخلال به من المنكر سادسا تجنب جميع أنواع الإسراف والتبدير والعلماء واعون بضرورة إشراك كل الأطراف في هذا التوجه التخليقي الأسرة والمدرسة والمؤسسات ذات الرصيد الروحي كالزاوية أو ذات المقاصر البريئة على مستوى الجمعيات ويتعين في هذا المشروع استعمال مختلف الوسائل المؤترة واستعادة العلماء لدورهم كمؤترين بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة والظهور بسمت المرحمة واتقين بوعدي الله وهم لا يقنطون والخلاصة هي أن أفاق هذا التجديد رهينة بنزول العلماء إلى الميدان اطلاقا من المساجد معانين بالآئمة والمرشدين والمرشدات مع حياء جماعات المسجد إذا توفرت الشروط عاملين وفق نجين يستمد هندسته من سنة النبوية الأولى التاديون الذي يحرر الإنسان من الأنانية هذا التحرير الذي وصف بفضله الإسلام في عادي الأول بأنه فتح مبين وإذا تجدد هذا الفتح فسيكون أجره إن شاء الله في صحفة هذا النظام الذي هيأله الظروف والأسباب ولن يقف تأثير عند حدود بلد معين إذا تبينت من خلاله ملامح علاج الخلال الذي مفت أن يحير المسلمين في فهم المفارقة القائمة بين انتماء الشكل ومشاعر الاعتزاز بالدين من جهة وبين سوء إحوالهم من جهة أخرى وإذا ظهر من يعتبر هذا التوجهة تحديا للنظام الاستهلاك والتعالك على الشاوات في الذي يتعينه مجادلة المخالف بالحكمة والتعاون مع المؤيدين من جميع الآفاق لأن قضية تخليق الحياة في هذا العصر قضية مصيرية على مستوى البشرية جمعة ومن هذه الزاوية فهموا اقتراح مؤلف كتاب الدولة المستحيلة وهو اقتراح يقتضي أن يستمد المسلمون من تراثهم الأخلاقي ليصلحوا أحوالهم وبذلك يتأهل علماؤهم للتعاون مع دعاة الأخلاقية في الغرب من أمثال شارلز لارمر مؤلف استقلالية الأخلاق وألس داير ماكن تاير مؤلف دراسة في نظرية الأخلاق مولايا أمير المؤمنين إن المأمولة من تسديد التبليغ أمران أولهما التخفيف من نفقات التدبير السياسي لأن السياسة هي تدبير الضعف الذي خلق عليه الإنسان والنفقات العمومية تكون على مقدار هذا الضعف وإذا تقوى هذا الإنسان ولو نسبيا بالطرب على محاسبة النفس وعلى الشكر وعلى إنفاق الجهد والمال فإن كلفة التدبير السياسي ستنخفض لا محالة وأما الأمر الثاني فهو اكتساب المناعة الجماعية ضد التشويش الداخلي والخارج باسم الدين وضد أنواع الفتنة ومن ثم تملك القدرة على مواجهة التحديات التي ستظل وتظهر في الأرض بما كسبت أيدي الناس والسلام على المعقام العالي بالله والختمة من أموالنا أمير المؤمنين إن الله ومن أكتب رسول الله عن النبي يا أخي والذين خامنوا وسروا على الإسلام والسلام اللهم أصل على سيدنا محمد الفاتح الدرس الأول من الدروس الحسنية الرمضانية ألقاه بين يدي جدارة الملك وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق في موضوع تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين وفي ختام الدرس يتقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ الشيخ شوق علام مفتد ديارة المصرية الأستاذ الشيخ عبدالله بن شيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي من الإمارات العربية المتحدة سمو الأمير أمينو أدوبيرو أمير ولاية كانو من جمهورية نيجيريا الاتحادية الأستاذ جماهري معروف رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الأندونسية الأستاذ محمد ماثيو نيب كومبو رئيس فرع مؤسسات محمد السادس العلماء الأفريق بجمهورية ناميبيا ورئيس مجلس القضاء الإسلامي بجمهورية ناميبيا الأستاذ عبدالله بن إدريس ميقا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس العلماء الأفريق بجمهورية نيجير ورئيس جامعة تدار متعديدة تخصصات الجامعة الإسلامية الأستاذ الشيخ المحفوظ بن عبدالله بن بيه أمين عام منتدى أبو دبيل السلم من الإمارات العربي المتحدة الأستاذ محمود عبدالزوبير رئيس فرع مؤسسة محمد السادس العلماء الأفريق بجمهورية مالي ومكلف بمهمات بديوان رئيس الجمهورية الأستاذ علي محمد سالم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة بجمهورية كينيا الأستاذ عبدالقادر شيخ علي إبراهيم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة بجمهورية الصمان الفيدرالية الأستاذ سليم هيتمانا عود فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة بجمهورية رواندا ومفتي الدولة ورئيس المجلس الأعلى للشؤال الإسلامية بجمهورية رواندا والأستاذ لانغا دولاني فينسنت زيد رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة بجمهورية جنوب إفريقيا بعد الدرس الحسني الأول يقدم وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية إلى مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله كتابا بعنوان وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية إلى الأمة المغربية ويتعلق الأمر بنسخ لثماني رسائل بعث بها سلطين الدولة العلوية من عهد سيد محمد من عبد الله إلى عهد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى الأمة المغربية في موضوع حفظ الدين وتجديده اشتركوا في القناة